بسم الله الرحمن الرحيم اهنا وسهلا بكم وهذا اللقاء من اللقاءات تعلم بدون تعقيد كتاب الاول الدرس التاني ونستكمل يا جماعة موضوع اه او مجموع اه موضوع الادوات كنا او الكمبوننس اللي مستخدمها في الزاين تناولنا مجموعة كبيرة ولسه قدنا برضو مجموعة كبيرة لان زي ما قلت حضراتكم الدرس اه كبير شوية فخلينا نستكمل عندنا بعد كده الريديو بطن ايه الريديو بطن دي اللي تشيك بوكس يا جماعة زي ما حاكم شايفين كده هي عبارة عن عبارة عن اه اداة تشيك فيها علامة صح او غلط تسمح لليوزر باختيار واحد او اكتر او مفيش انما الريديو بطن تسمح لليوزر باختيار واحد فقط مش او او اكثر لا او واحد فقط طيب يبقى مين احسن مفيش لا احسن ولا في اوحد في حسب انت تاسك انت عايز تعمل ايه يعني لو انت مسلا عاوز تسأل اليوزر ايه لغات البرمجة اللي انت بتتقنها ممكن كلهم او اتنين او تلاتة اوكي ايه هواياتك اختار الهواية او كلهم انما لو عاوز تقول له ايه التأدير اللي انت جبته في الجامعة مثلا باس ولا جود ولا فير جود ولا اكسلانت لقى واحد بس ماشي خلينا نشوف بقى الكلمتين اللي احنا قلناهم دول ازاي نعمل بهم مثال بسيط زي دو ماشي الكلام يا جماعة ونفس الكلام بالزبط بيسري على ال ريديو بطل احنا عايزين نعمل مثال المسال ده بيقول اه ان احنا بنعمل ريبرت ونشوف الراجل ده هافا كار ولا هاف اهوم ولا او اهوم وبقين كار وبقين فون هو ممكن يختارهم كلهم وممكن يختار اتنين وممكن يختار واحد وممكن مختارش خالص احنا عايزين نعمل الكلام ده هو بس سامحونا كلام ده هيبقى في برمجة واحنا عزا ما اخدناش البرمجة بس معلش لحد ما ناخدها ان شاء الله في الدرس اللي بعد الآن عايزين نعمل الاكزامبل اللي حاك شفته دوت اهو وعلى فكرة احنا ممكن نعمل طريقة تاني مفهاش برمجة خالص 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 يعني في امتيني تعالي نعمل بينامج يعني الطريقة مفهاش برمجة لحد ما ناخد البرمجة يعني مفهاش اف ولا كم ده كون خلينا نقلو عايزين نيو ونيو ده طبعا رقم تسعة زي ما حاك شفت كده ونقول له اهوة زيرو 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 تسعة تمام طب وبعدين عايزين نعمل نفس المثال ده زي ما حاك شفت خلاص بقى نقول له الباك كالر خليها اي لون عشان بس ببقى شكل الدنيا احسن شوية لو غيرت اللون تاني حاجة خلينا نحط تشيك بوكس ادي تشيك بوكس اهي جماعة ادي التانية التالتة زي ما انت عايز اهوة اهي دي ثلاثة كفية اوي الرابعة اهي يعني الفكرة مش جي بيكال زي لكن المهم اهو طيب وبعدين ممكن نطلع ميسج وممكن ما نطلعش ميسج امال احنا ممكن نعمل بوتن كده اهو نقول له البوتن دي هتبقى اسمها رابورت يعني اوه الراجل هيكليك عليها عشان يطلع رابورت حلو ونطلع النتيجة في ليبل مفيش اي مشكلة مش لازم ميسج بوس في ليبل والليبل ده هنغير طبعا اهو خلينا ناخدهم كلهم كده هوت ونقول له والله خلينا الفونت بتاع المجموع دي بالشكل دوت مسلا خدت بالك جميل جدا وتعالا نعمل ايه نغير بقى الدزاين ده مسلا يبقى تمام وهنا بقى الراجل ده عنده ايه مسلا ده كده هاز خليك كلها كابتال كده هاز طبعا من لاش اي معنى طبعا يا جماعة ده كل ده انجليش يعني ده الليبل بتاع هاز اهوم اوكي الراجل او انت يعني هاف اهوم اهو ديو هاف يعني اهو ديو هاف اهوم يعني هو يقول اي هاف اهوم اي هاف اكار زي ما حضرتك عايز تقول له برضو نفس الكلام ونفس الكلام مسلا اه اه فون اه هم بنشوف الراجل ده اخباره ايه مسلا ما شاء الله كمان هاف اه بوت مسلا حلو الكلام كلام جميع احنا عايزين نعرف بقى الراجل ده اخباره ايه والنتيجة انطلعها فين هنا بص احنا كل اللي هنعمله انطلعهم غير بروغرامنج هنشوف بقى الاتشيك بوكس دي وترو او فولس اوكي كده هنعملها ازاي بقى بص كده كل اللي هنعمله ان احنا هنقوله بص بقى يا ساعة تلباش هنقوله كل الايه الكيسز بس معلش يعني هنقوله دايمنشن اه دي جديدة بقى اس وان او سي وان از سترينج يعني الكلمتين دول اللي احنا سناخده مجمعه الدرس اللي بعد القادم انا بقوله ان انا عندي باريابل اسمه سي وان ده هحط فيه سترينج وممكن اقوله نفس الكلام سي تو ونفس الكلام سي سري ونفس الكلام سي فور حلو الكلام بص كل اللي انا هعمله ايه بقى هقوله نسي وان بتساوي الاول بتساوي كلمة هاف اه هوم اهو مسلا هاف اه هوم اللي احنا عملناه في الاول الكلام ده ترو او فولس بص كده تقوله بيساوي تشيك بوكس وان تشيك بوكس وان دي دوت تشيك ده التشيك دي دي يا جماعة بتقولي ان هو بفعلا صح ولا غلط فهو هتجيب او فولس فيبقى مثلا هاف اهوم ترو فولس لسه حتى الان احنا ايه اهو وبعدين بين وبينك نفس الكلام بقى كوبية وبست عشان ما ما نبزلش وقت هزا هوم هز اه كار اه هز اه فون هز اه حاج فاكر طبعا كان بوت مسلا يعني بي او اي تي مسلا بس بين وبينك مش هينفع وان فهنقوله ده اربعة ده تلاتة ده اتنين ده واحد طيب كل دول فين في سي وان وطو طبعا يا جماعة البرمجة دي بقى لو انت استهوتك متعين او تحس كده ان انت بتعمل اللي انت عايزه ايه اللي انا عايزه ده اقولك تاني المتغير ده هنحط فيه الكلمة دي زا ازا كانت كلمة طرق او فولس المتغير ده هنحط في الكلمة دي زا ايه طرق او فولس وهكذا وبعدين نجمع كل ده ونحطه فين في الليبل يعني بس كده هنقوله مسلا سي بس حتى ما لها بقى السي دي بتساوي بتساوي ايه بتساوي سي وان بلاس ممكن اعمل ايه كومة كده خدت بالك عشان ايه يطلع ايه حسب بقى لس اهو زايد سي تو بلاس اهو ونعمل نفس الكلام اهو ونعمل كومة ونقوله اه سي سري بلاس احنا بنجمع كل اللي فاتها جمعها اخر حاجة بلاس مين سي فور تمام كده النتيجة كلها موجودة في انت لقتي في السي حطها في الليبل قلو لابل وان دوت تيكست بيساوي السي بس كده ده امتى لما كليك هنا طبعا بص انا مخترتش اي حاجة خالص مفروض الليبل قلو دي كله فولس خدت بالك هو بس بيقولك ايه بيقليك كونتينيو زا مش عارف ايه اهو هو الراجل بيقولك ده مش دابل تمام معلش استناني تعالا نشوف تاني اهو خلاني اعمل كده مسلا مفروض ده انا كلهم كده اهو يوم يديني ايه لا اهو هنا اهو اهو مفروض يقولي او فولس او بس هنا خليها ايه من زي سي شارب كده خليها اه اه خدناها اند لك يا جماعة عشان نجمع عليها ايه اهو تمام ولا في مشكلة عشان بس اه في الفيجوال بيزيك سي شارب على فكرة بيعمل بكونتيشن بمين لي الآه اه هو زي ما حاق شايف الراجل كل حاجة ملاحز طب ايه القدي كده هيبقى ديي ملاحز طب ايار القدي كده يبقى دي طب تابل القدي كده هيبقى ديه الصلاة 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 صلاة الصلاة الصلاة وطولعنا بس ايه نكبر الدنيا انوا شوية اصغيرها. وونيقواتها بمعنى خلينا بس نعمل كده ايه حاجة خالص ونعمل كده هوة ونشوف كله زي ما حاك شايف. لان فعلا انت مش selected. انما لو جيت عملت كده ويبقى دي بس. لو عملت كده بقى دي بس. خدت بالك ولا عملت كده اهو. ماشي الكلام يا شباب? معلش طبعا ايه? حسب. اوكي كده? طيب فكرة جميلة جدا يبقى انا قدرت استخدم ال checkbox في ان انا اعرف ال user آآ عمل ايه. طيب نكمل تاني بنفس الطريقة طبعا المثال الكريب منه. بس انا لغيت ال f condition و direct استخدمت ال check دي يعني. طبعا دي ايه برمج. بعد كده جماعة عندنا اداة تانية اسمها month calendar. ايه month calendar دي عبارة عن اداة تعرض ليك بص كده عشان تستخدمها. اه يعني مسلا مسلا لو جينا اه عاوزين ال user يختار تاريخ التعيين. اه ده example كده جماعة تسعة. خلنا اعمل file و close solution ونقول لكم اننا عايزين example جديد من نوع وخليه عشر اهو اكزامبل اهو طيب عايزين نعمل ايه لو فرضنا ان اليوزر بيدخل تاريخ اليوم يعني او تاريخ التعيين اهو انت عاوز تقوله تاريخ التعيين كده طيب تاريخ التعيين ده لو سبت اليوزر يكتب بايده هيتعم ليه ممكن يكتب اه فورمات خطأ يعني ايه يكتب فورمات خطأ يعني يكتب اليوم قبل الشهر والشهر قبل اليوم وستنى قبل كلام منه من اللي حلول المشكلة دي بص اللي حلول المشكلة دي لو جيت قلت له كده انا كنت عايز اهي او تسيرش عليها وترايح دماغك اه دي اهي هي بيديك التاريخ وابتده انا بقى ايه اقدر اه اوزف التاريخ ده اوكي يعني لو انا بمنتغة البساطة هبراها كده اقدر ازاي اخد من اهي احط هنا فين لما بص هقوله لما اليوزر يسليكت بص دي بسيطة جدا يعني بمجرد بس هتلاقي الموضوع سهل جدا بيقوله ايه يعني التاريخ اللي اختاره ببساطة خالص اهم اقول له ان اللي احنا عايزينو حط فيه التاريخ ده وحط فيه المانس كالندر اهي طبعا دوت سيلكتد هو الورنج يا جماعة هيبقى من ايه له لو استر انما هو المهم التاريخ اللي اختاره خلاص بص الموضوع سهل جدا مجرد ان الوزر يعمل كده اهو اختار اهم لاحظ طبعا كنت محتاج بس ان انا اكبر الايه طبعا برضو جماعة لسه ماخدناش التو سترينج اللي نقدر بيها نغير الفورمات بتاعة الديت والتايم احنا بس اللي بدوس عليه بيطلع على طول انما طبعا كان يفضل ان انا اخد التاريخ فقط او الساعة فقط ودي حاجة اسمها تو سترينج هنشوفها ازاي ان شاء الله في شابتر السترينج المهم ان كده اصبح بالسهولة خالص يقدر اليوزر يختار زي ما حاجة شايف الوقت والايه والتاريخ ماشي الكلام طيب ده كان بالنسبة للكمبوننت بتاعة المونس كالندر في زيها ايه يا جماعة عشان بس نختصر الوقت في زيها حاجة اسمها بيكر طايم بيكر اوكي طايم بيكر زي زيها بس الفكرة بتاعتها انها بتبقى كلوزد يعني بصحة كده اهي بتبقى كلوزد بالشكل ده تمام بحيس انها ما تطلعش كالندر بشكل ده اليوزر هو اللي يكليك يقوم يطلع التاريخ يعني بصحة كده الجديد في الموضوع انك انت هنا هو بقى همقايل له نفس اللاين ده تيكست بوكس وان دوت تيكست اهوة بيساوي بيساوي ايه بيساوي اه تايم ديت تايم بيكر اللي هو اهوة تايم او تايم بيكر وان اللي احنا شايفينه اللي هو ده دوت ايه دوت تيكست بس حتى لو انت عايز او دوت سيلكتد يعني بص ممكن دوت سيلكتد وبنفس الطريقة اجيب بإنه لديد او تايم او دوت تيكست بس ليه لانه هو التيكست ده هيطلع اللي اختاره وهو تايم بيكر او لأ ده كده الكالندر العادية تايم بيكر هؤيا جمعة دوت تيكست بس على طول يبقى ليدت طايم بيكر دوت تيكست يقوم جايبلك التيكست اللي اختاره اليوزر اهو ديت تايم بيكر وان دوت تاكست او تعالى ناخد منه الخصائص بتاعته اهو تقدر انت تجيب منه كل حاجة تعبر عن الديت او او ما شابه هزلك حلو الكلام اهو طبعا خصائص كير جدا وصعب اي حد يحفظها هو احنا كل اللي احنا بنعمله ان احنا بس بنوظف اه يعني اتنين تلاتة كده والواحد يقدر بعد كده يعمل زي ما هو عايز تمام خلينا نقول له كده اهو على فاكرة دوسترينج دي اللي كنت بكلمك عليها اللي هي اهو لو اقول دوله مسلا value حتى نشوف كده اهو المفروض ان ال value دي تديني القيمة اللي اختارها اليوزر دي اهو لو جيت انا عملت كده بص فعلا اهو اديني ال value اللي اختارها اليوزر طب ايه الفرق من دوته ده المشكلة ده already opened فتت المساحة لو اوكيت نسبك خلاص انما لو انت مش عايز تستخدم المساحة دي هاد ده هو تخد منه ال value زي ما حاجشه ماشي كده يا شباب طيب ده كده يبقى احنا استخدمنا لو رجعنا تاني لل اهو البكر ودي الخصائص قدام حضرتك اهو اه هنتكلم بقى على موضوع مهم بس خليه طبعا المرة الجاية الموضوع المهم ده هو التعامل مع اكثر من فورم مهم جدا طبعا يعني ايه تعامل مع اكثر من فورم يا جماعة هقولك المرة الجاية بس خلينا نتوقف هذا اللقاء عند هذا الجزئية والى ان نلتقي شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر